سلام عليكم اعزائي المشاهدين اهلا بكم في فيديو جديد والنهاردة معنا مراقعة فيلم اباوت ماي فاوزر فواتنسوش تضعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع سحبكم متأكد ان انتم مشتركين في القناة مفعلين الجرس عشان يصلكم كل جديد ويلا بينا نبدأ عندما يصارح سباستيان والده الايطالي المهاجر الذي لاي واكب التطور بانه ينوي التقدم للزواج من صديقته يذهب الاب مع ابنه لقطاع الواطلة مع اسرة صديقته وتحدث عدة مواقف كوميدية نتكلم عن جزئة القصة والسيناريو قصة الفيلم بتدور في ايطار درامي كوميدي عن علاقة الشخص بابوك دايما وتظهير ممكن تكون علاقتك بابوك بتبقى مش افضل حاجة بتبقى شايف ان هو شديد معك في بعض الحاجات له قرارات بياخدها انت بتبقى مستغرب منها ممكن ما تبقاش حابب طريقة اللي معيشة كلها اللي انت عايشها لكن لما بتكبر بتكتشف ان كل الحاجات اللي هو كان بعملها دي كانت صح وكانت لمصلحتها بتكتشف ان حب الاب مش في اظهار المشاعر والحب بل حب الاب في توفير افضل سبل المعيشة لك فبينشوف في الفيلم الرحلة دي رحلة الشخص اللي كان شايف ان ابوه قاسي عليه جدا في طفولته ولكن دلوقتي وبمرور الوقت بيكتشف ان ابوه هو اللي صنع الشخص اللي هو موجود عليه دلوقتي وان هو ما يقدرش يعيش من غير ابوه في حياته واللي بيزود القصة متعة بقى وهي الطرف الاخر عائلة الصديقة بتاعت الابن اللي بنشوف ان هما ناس اغنية ناس كل سبل الراحة متوفرة ليهم غير البطل وابوه اطلاقا من البطل وابوه من المهاجرين اللي ظروفهم صعبة وعايشين في ظروف صعبة وطبعا ده بيانتو عنه عدة مواقف كوميدية جدا تخيل انت دلوقتي شخص بتبقى معدم قاعد بقى بتسمع في مشاكل اغنية حاجة بالنسبة لك بتبقى حاجة تجيب القرف يعني الصراع يعني متخيل مسلا بتشوف دلوقتي ايه شباب اوروبيين يتلاقي واحدة اللي يقول لك انا عايز انتحر فانت عايز انتحر ليه يا حبيب فقول لك اصل الجو عندنا وحش فمتخيل ان هو عايش واخد كل حقوقه ومتوفر له حاجات كتيرة جدا بالنسبة لنا حاليا دلوقتي احلام وتلاقيه عايز انتحر مسلا عشان الجو عنده وحش فبالتالي يعني مفهومة كليل هو ايه يا لما تعقل فبنشوف بقى في الفيلم التضارب لطبقات مجتمعية بيانتبع عنه مواقف كوميدية بتكون متحكة جدا اما بالنسبة للحوارات ففي حوارات كانت مكتوبة بطريقة كويسة وبرو طبعا سباستيان مانسكالكو الرجل ده فبالتالي قدر ان هو يحاول بعض الحوارات المواقف كوميدية كويسة الفيلم معموما من النوع الخفيف يعني كل حاجة فيه خفيفة هتلاقي الكوميدية اللي موجودة فيه خفيفة هتلاقي برضو فيه شوية دراما كويسين دراما خفيفة دراما لايت حاجة ايه كويسة كده العيب الوحيد اللي كان موجود في القصة بالنسبة لها مش عيب هو حاجة كنت افضل انها تبقى مش موجودة في التلت الاخير من فيلم المفروض ان البنت بتعرف يعني حاجة عن عيلتها حاجة ايه مش حاجة كبيرة حاجة عادية يعني لكن الحاجة دي بالنسبة لها بالنسبة ورضو مشاكل للناس الاغنية بتبقى لو هو اي حاجة كبيرة فالشيء ده حصل من وراشة عبس كده اللي هو ما كانش له لازمة لأ انت شيل ده من قصة خالص كنت تكمل على قصة الشخص وابوه والرحلة بتاعتهم خلينا معكم وبالاش العبس اللي حصل للأداء التمثيلي روبرد نيرو الزهب لا يصدق يعني الراجل ده ايا كان العمل اللي هو بيعمله فمستحيل تلاقي منه اداء تمثيلي يوحيش برغم خلاص ان هو يعني في التمانينات من عمره ولكن برضو الراجل قادر ان هو يدي لك اداء تمثيلي جميل جدا بس يعني ما نسكالكو الراجل ده استاند اوب كوميديان اصلا والمفروض ان يعني الفيلم ده مستوحى اصلا من قصة حياته وجزء كبير من الاحداث اللي موجودة هي قصة حياته هو برضو يعني ابن الاباء مهاجرين وكده والشغل ده والحيات دي كلها هو عاشها وهو صغير وقدر يعمل اداء تمثيلي كويس نوعا ما خاصة في الكوميديا لحتى بتاعته وقدر ان هو برضو يعمل شوية مواقف كوميديا حلوة وشوية حوارات كوميديا كانت كويسة الاداء التمثيلي عموما مش هتواجه اي مشاكل معنا اما ان الاخراج فالاخراج يعني مفيهوش كلام كتير يتقال شفنا صورة بصراية كويسة اما شوية مناظر طبيعية حلوة عشنا مع الاغنية وشوفنا طريقة المعيشة بتاعتهم تبقى عاملة ازاي تقييم الفيلم اباوت مايفوزر هو سبعة من عشر الفيلم ده انا استمتعت جدا بيه بس كنت داخل وانا عارف ان اداخل علي انا عارف ان انا هشوف فيلم خفيف فيلم لطيف فيلم مش مستني منه اي حاجة فبالتالي انا استمتعت بالتجربة وارشحة جدا للمشاهدة خصوصا في يوم جمعة زي ده بس لو انت بقى عايز حاجة تسحل دماغك معها وكده فالفيلم ده مش هيبقى مناسب ليك اطلاق وبس كده اعزائي مشاهدين يكون خلص فيديو النهاردة ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع صحابكم متأكد ان انتم شاركين في القناة ومفعلين الجرس عشان نصلكم كل جديد واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتيرين ان شاء الله سلام عليكم